السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصفة الاول العدادي ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الدرس الاول الاتحاد الكيميائي خدنا في الحصة اللي فاتت العناصر بقسمها الايه فلزات ولا فلزات وغازات خاملة خدنا فلزات وقلنا فلزات هي ايه جاية توصيل حارة جاية توصيل الكهرباء لها باريك معدني قابل السحب والطرق والتشكيل كلها صلبة معدد زي بقول الحالي اللي سائل مستوى الطاق الخارجي بيحتوى على كام اقل من اربع الويترونات يا واحد اتنين اتلات تعب ما نشوفه النهاردة اللافل الزات اللافل الزات هو الصحة ايه اول حاجة رضيء التوصيل لحرارة رضيء التوصيل للكهرباء معدد الكربون او الجرافيت وهو الجرافيت صورة من صور الكربون اللي احب نستعمل منه ايه الاقطاب المجابة لعمدة الكهربية الجافة والحجارة الصغيرة لانه جايد توصيل ايه للكهرباء يبا لما اقولك قل لي تشابه واختلاف ما بين الكربون والكابريت اوجه تشابه بينهم انه هم الاتنين من اللافل الزات لكن اوجه اختلاف ان الكربون جايد توصيل ايه للكهرباء لكن الكابريت رضيء توصيل ايه للكهرباء طيب ايه كمان غير قابعة للسحب والطرق والتشكيل يعني ايه لما اجيبش اكوش بطرق على الفهم احصال الفهم بتفتت ليه بتفتت ليه لانه يرقابل للطرق والسحب والتشكيل طيب ايه كمان بعضها بيوجد في صورة غازية غاز زي الهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والفولور والكلور وبعدها بيوجد في صورة صلبة زي مين صلب زي مين صلب زي الكربون والكابريت والفسفور طيب العنصر السائل الوحيد من اللافل الزات هو البروم يبقى الفل الزات العنصر السائل مين هو الزئبك واللافل الزات هو مين البروم طيب مستوى الطاقة الخارجية يحتوى على كام براف بيحتوى على اكسر من اربع الوترونات يا خمسة يا ستة يا سبعة ما يفعش اقول تمانية لو انتمانية يبقى يجد خامل يبقى الخارجي يحتوى على كام خمسة او ستة او سبعة ما عادة مين ما عادة الهيدروجين والكربون ما عادة الهيدروجين والكربون الهيدروجين العادة الزر بتوع واحد لما اجا وزع واحد هو مستقى واحد اول واخير بواحد بس. غاز. ما فاش اقول على فليز. كل فليزات صلبة معدى تزيبك اللي سائل. ده خواصه زي خواص مين? الله فليزات. وكمان معدى مين? كربون ستة مجاوزة اتنين اربعة. اربعة على خير جاء. برضك خواصه زي خواص مين? الله فليزات. طيب. اسنان التفاول الكيميائي. بتميل الى ايه? بتميل الى اكتساب عدد من الاكتساب ليه? اكتساب عدد من الاكترونات. طيب. قد ايه? عدد من الاكترونات يساوي عدد الاكترونات اللازمة لكتمال مستوى الطاقة الخارجي. يعني لو مستوى الطاقة الاخير في سبعة محتاج لو مستوى الطاقة الاخير في ستة محتاج كام اتنين شد توصي لتمانية وهكذا. طيب لما بتكتسب الالكترون او اكثر بتحول ايه? بتحول الى ايون سالب. ما يعني ايون سالب? لان في الايون السالب بلاقي يبقى ايه? عدد الالكترونات السالبة اكبر من عدد البروتونات المجابة. يبقى في الفلزات كان الزرة لما بتفكر تحول ايون موجب. لان البروتونات المجابة اكبر من السالب هنا على عكس بقى. الزرة لما بتاتسب بتحول الى ايون سالب. لان عدد الايون السالبة اكبر من عدد البروتونات المجابة. تعالى شوف المسائل. زي الاكسجين. تمانية والنيوترونات تماني. لما اجوزع اتنين ست. طيب هنا البروتونات هنا كام? عدد البروتونات? البروتونات كام? تمانية. والنيوترونات كام? تمانية. والالكترونات بدور حولين نوع كام? الالكترونات برضك كام? تمانية. طيب بعد مستوى الطاقة اتنين. طيب دي محتاجة كام عشان توصل لمستوى الطاقة الاكتمالي يعني اكتمل مستوى الطاقة اخرية. عشان توصل لثمانية محتاجة كام? اتنين. يبقى اسناع التفاول الكيميائي هي تميل اكتساب اتنين. يبهي تقتسب كم اتنين اليكترون تمانية زي ما هي تمانية اتنين براف التمانية بتحول لايun ايه؟ نيه يحهم كم يو احنا اتنين لان واكتسب كم؟ لان يكتسب تنين اليكترو يبنى عندي هنا البروترون هنا كم تمانية والليترنات هنا كم جو النواة؟ بالضع تتمانية طيب لايكترنات بقى اللي بتدور حول النواة كم اتنين وتمانية كام عشرة. عشان كيب اسميه ايه? سالب. لان البروترنات السالبة اكبر من البروترنات مين? المجاب. عشان كيب اسميه ايون سالب. وعادل مستوى الطاقة برضه كام اتنين. ماتتغيرش. يبقى في الفلزات عادل مستوى الطاقة في الايون المجاب بيكون اقل من زرته. لان الزر تفقد. لك هنا بيزل العادل مستوى الطاقة ايه? سابط زي ما هو. طيب الزر ما تحول الايون سواء مجاب او سالب بيزل العدد القتلي داخل النواة سابطة. العدد القتل هو مجموع عدد البروترنات والنوترنات بيزل سابط. اما المين بتغير سواء في الايون مجاب او سالب. بيتغير عدد مين الالكترنات اللي تدهور حول ايه? النواة. بتاعي شوف مثال تاني. زي كلو سبعتاشر والنوترنات تمانتاشر. اما الجواز سبعتاشر اتنين تمانية سبعة. دي بسمها ايه? زره ولا ايون? زره. ليه زره? لان عند هنا عدد البروترنات المجابه يسوي عدد الالكترنات مين? السالبة. يعني عند هنا البروترنات هنا كام سبعتاشر. والنوترنات كام تمنتاشر. والالكترنات السالبة كام? بتسوي كام سبعتاشر. عشان كيف بسمها ايه زره? دي بقددية. بسمها زره. كم مستوى الطاقة دولت? تلت مستوى الطاقة. طيب اثناء التفاول الكامية بتبنيل ايه? محتاج كام اوترون? واحد. يبقى اكتسب ايه? واحد اوترون. يبقى اكتسب واحد الالكترون. جوهنا وان بتغيرش. يبقى سبعتاشر. تمنتاشر. هكتسب كام? واحد يبقى اتنين تمانية تمانية. وتحول للاقيون ايه? سالب. يحمي شوحنا ايه? سالبة واحدة. يبقى هنا البروترنات سبعتاشر. والنوترنات هنا كام تمنتاشر. طيب الالكترونات بتدوري حوليه النواة كام السالبة? تمنتاشر. عشان كيف يستلم ايون سالب? لان الاكترون السالبة اكبر من البروترنات مين? المجابة. وعد نستوى الطاقة بيتظل كما ايه? كما هو. يبقى الايون السالب هو ايه? زرة عنصر لا في لنزي. اكتسب ايوترون او اكثر اسناء التفاعل الكيميائي. والايون السالب بيحمل عدد من الشوحنات السالبة. بتساوي عدد الالكترونات المكتسبة. تساوي ايه? عدد الالكترونات مين? المكتسبة. يبقى الايون المجاب زرة عنصر في لزي. فقدة. الاكترون او اكثر. الايون السالب زرت عنصر لا في لزي. اكتسب الاكترون او ايه? او اكثر. الايون بس. زرة عنصر. فقدت او اكتسبت الوكترون او اكسر اسناع التفاعل الكيميائي. يبقى اليون هو ايه? زرة فقدت او اكتسبت الوكترون او اكسر اسناع التفاعل ايه? الكيميائي. الزرة لما بتحول لايون بيزل نقط ثابت ويتغير نقط. بيزل العدد الكتل ايه? ثابت. لكن بتغير ايه? عدد الالوكترونات. طيب. هنا اتنين تمانية. ده اسمه تركيب الوكتروني. ده اسمه ايون? اكسجين. وده اسمه ايون? كلور. السالب. طيب ايون الاكسجين السالب. بيشبه التركيب الاكتروني لايون مين من الفلزات اللي خدنا لحسن اللي فعتت. برافو صح. ايون السوديو. من ايه? 11. وكمان ايون مين? ايون الماغنيسيو. ايون جي 12. وايون الالمونيو. ايه? ايه? ال 13. ده بيفقد ايه? اتنين تمانية واحد. بيفقد واحد. ويصبح عشرة. طيب ده بيفقد كام? اتنين تمانية اتنين. بيفقد كام اتنين? ويصبح هناك كام? عشرة. ده اتنين تمانية تلاتة. بيفقد كام? تلاتة. ويصبح كام? اتنين تمانية عشرة. بلدك. يبقى ده تركيب الوكتروني. ايون من الفلزات اللي احنا اخدناها. هم? برقافهم عليك صح. البوتاسيوم. كيه تسعتاشر والكالسيوم عشرين. لما قلتها تسعتاشر اتنين تمانية. تمانية واحد. والعشرين اتنين تمانية. تمانية اتنين. ده بيفقد واحد. ويبقى كام? اتنين تمانية تمانية. وده بيفقد اتنين. يبقى كام? اتنين تمانية تمانية. يبقى ده تركيب الوكتروني. ايون الكالسيوم. شبه التركيب الوكتروني للايون البوتاسيوم. شبه التركيب الوكتروني للايون من? الكولور. لما قل على اللي. هقول لان الكولور هنا بيكتسب واحد. ويصبح هنا تمانتاشر. البوتاسيوم بيفقد واحد. ويصبح هنا تمانتاشر. الكالسيوم بيفقد اتنين. ويصبح هنا ايه? تمانتاشر. طيب تعال نشوف بالنسبة للايون المجب واللايون السالب. الايون المجب نصف الكتر الايون المجب بتكون اقل من الزرة بتاحته. ليه? لان الزرة بتفقد اوترونات. فبيزيد قوة الجهاز بالنواة للايوترونات من مستوى الطاقة الخارجية. اما نصف الكتر الايون السالب بيكون اكبر من الزرة بتاحته. ليه? لان الزرة تكتسب. فبيزيد قوة تنافر بين الالكترونات السالبة. يبقى ليه? بيزداد قوة تنافر بين الالكترونات مين? السالبة. لما مكرنا بين الايون المجب والايون السالب. الايون المجب هو ايه? زرة عنصر في الزي. فقد او اكثر اسناد تفاعل الكيميائي. اما ايون السالب زرة عنصر لا في الزي اكتسبة اولكترون او اكثر اسناد تفاعل الكيميائي. الايون المجب بيحمل عدد من الشحنات المجبة. بتساوي عدد اوترنات مين المفقودة. الايون السالب بيحمي عدد من الشحنات السالبة. بتساوي عدد اوترنات مين المكتسبة. في الايون المجب عدد مستوى الطاقة اقل من زرته. في الايون السالب عدد مستوى الطاقة بيساوي ايه? زرته. طيب ما مقرنا ما بين الزرة والايون. دي مهم اوضية. الزرة متعدلة. متعدلة ان ايه? يعني عدد البروتونات بموجبه يساوي عدد الالترونات السالبة. وكمان الزرة مستوى الطاقة الخارجي بيكون غير مكتمل بالالترونات. مع عدد الاغزة الخاملة. طيب الايون? ياما موجب يسالب. يعني عدد البروتونات لا يساوي عدد مين? الالترونات. ومستوى الطاقة الخارجي بيكون ايه? مكتمل بالالترونات. طيب. تعالي شو بعد كده غزلة خاملة. غزلة خاملة كلها بتتكون من زرة مفردة واحدة. لا تتكون. لايون موجب ولا ايون سالب. ليه? لان مستوى الطاقة الخارجي مكتمل بايه? بالالترونات. زي مين? زي عندك زرة الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون. اتنين عشرة تمنتاشر تلاتين اربعة وخمسين ستة وتمانين. زرت هيليوم. نيون ارجون كريبتون زينون رادون. ده كلها ما زرت. اه اتنين. لما جزع النيون اتنين تمانية. الارجون اتنين تمانية تمانية. طيب. تعالي شوف بقى. زرة النيون بيشبه التركيب الاوتروني لايون مين? هم? برافو صح? لايون الاكسجين. في فارق بين كلمة زرة وايون. ايون يقال ما اكتسب اي ام حكا. يبقى زرة النيون شبه مين? ايون الاكسجين. صح? وايون مين? وايون اهو السوديو. وايون المغنيسيو. وايون الالومونيو. صح? طيب بالنسبة للارجون. تركيب الاوتروني لزرة. نبقش هنا ايون بقى لان ما تكونش ايونات. زرة الارجون. بيشبه التركيب الاوتروني لايون مين? هم? برافو عليك. صح? ايون الكولور. اهو. وايون البوتاسيوم. وايون الكالسيوم. اللي الزرات بترتبط مع بعضها البعض عن طريق روابط عشان اتكون مزقات عناصر او مركبات. هناخد منها الروابط ايه? الرابط الايونية والرابط التساهمية. يبقى هناخد الرابط الايونية والرابط ايه? التساهمية. تعشف الاول الرابط الايونية. الرابطة الايونية. رابطة الايونية بقول هي رابطة كيميائية تنشأ بين عنصر فليزي وعنصر لا فليزي. تنشأ بين من عنصر فليزي وعنصر لا فليزي. العنصر الفليزي بيفقد وتحول الايون موجب. واللا فليزي يكتسب اللي فقدته العنصر من الفليزي وتحول الايون سالي. الربط الايونية لا تنشأ لان فيه اختلاف الشحنات بين الايون موجب والايون السادي. تعال شوف ازاي. هرمز بالرمز مسلا اي رمز اكس واي زد ام اي رمز ام. لفل الزات. اسنان التفاول الكيميائي هتعمل الى فاقد. وتحول الايون موجب اهو. يبقى ام موجب. زائد الالكترون اللي فقدته. طيب. قال لها فل الزات هرمز لها اي رمز اكس. هتاخد مين? الالكترون ده هو. اللي فقدته في الزات. يبقى زايد الالكترون. ويتحول لايون ايه سالب. يبقى اكس سالب. الربط الايونية تنشأ بين مين بقى? بين ده? الموجب وبين السالب. يبقى ام موجب زائد اكس سالب يدين ايه? ام اكس موجب سالب. يبقى اسمها ربط ايه? ايونية. يبقى الربط الايونية ربط الكيميائية تنشأ نتيجة تجهاز الكهرابي بين ايون موجة بالعنصر فليزي وايون سالي بالعنصر ايه? لا فليزي. طب تعاني نشوف مثال. زي الربط الكيميائية. الربط الايونية بين كولوريد السوديوم. بين الكولور وبين السوديوم لتكوين مركب ايه? كولوريد السوديوم لو سميه ملح طعام. ملح طعام. هنا السوديوم اما جوان زي الاشر اتنين تمانية واحد. دي اسمها ايه? زرة ولا ايون? براف زرة. لان عدد البروترونية موجبة يساوي عدد مين? الالكترونية السلمة. زي يبقى دي اسمها زرة سوديوم. زي الزر الكولور. اتنين تمانية سبعة. اتنين تمانية ايه سبعة. ده بيفقد وتحول الايون موجب. وده بيكتسب بياخده من الاوترون وتحول الايون ايه? سالب. والربط الايونية بتنشأ بين الايون موجب والايون ايه? السالب. يبقى هنا احداشر اتناشر. يبقى اتنين تمانية. تحول الايون موجب هون. افتاع كوز تاني. سبعة عشر تبان عشر. اتنين ها اكتسبها خلاص اتنين تمانية براف تمانية. وتحول الايون ايه سالب. يعني ان ايه موجب سي اللي ايه سالب. اللي هو ان اسئل كولوريد السوديوم. مالحي ايه طعام. يبقى ما قلق على الليل. الربطة الموجودة بين كولوريد السوديوم ربطة ايونية. ايونية ليه? هقول لان السوديوم بيفقد واحد اوترون. وتحول الايون موجب. والكلور يكتسب الواحد اوترون اللي فقدته من زرة السوديوم. بتحول الايون سالب. وربط الايونية تنشأ لالتجازل الكهرابي بين الايون موجب. اللي هو السوديوم موجب وايون الكولور نيما السالب. باختصار يا استاذ Danni. هقول لان السوديوم يفقد وتحول الايون موجب وكلور بيكتسب حول الايون سالب. والربطة الايونية بتنشأ بين الايون موجب والايون السالب. فنتعيش افر! خسال ثاني. الرابطة موجودة بين اكسيد الماغنيسيوم. اكسيد مين؟ الماغنيسيوم. ام جي او. طيب انا عندي ماغنيسيوم ام جي. اتناشر اتناشر. اما جوازها اتناشر اتنين ها تمانية اتنين. اللي هو كالام. زيت. دي زارة مين ماغنيسيو الاكسجين? تمانية بروتون. وتمانية نيترو. اما جوازها تمانية اتنين ستة. طيب ده ايه? بيفقد اتنين اوترون تحول لأيون موجب. وده يتسب اتنين اوترون تحول لأيون ايه? سالب. يبقى اتناشر اتناشر. يبقى اتنين تمانية. تحول لأيون ايه? موجب ايه? موجب اتنين اهو. افتح كوس. تمانية تمانية. يبقى اتنين ايه? يبقى اتنين. ها الاكسجين بتسب اتنين. يبقى اتنين تمانية. تحول لأيون ايه? سالب. سالب اتنين. يعني اقول ام جي موجب اتنين. وسالب اثنين. يعني امي جي اوه. اكسيدين مغنيسييوم. يبقى الربطة الاونية تنشأ ل Championships الكهرابي بين ايوم موجب وايوم اذا سالب. علل. علل ليه هنا, الرابطة الاونية بين اكسيدا والماغنسيوم او رابطة الموجودة بين اكسيدا والماغنسيوم و يرفقي اثنين اكترون. تحول لايوم موجب. والاون الحساسي يكتسب اثنين اكترون و تحول لايوم سالب. والربطة الايونية تنشأ تجهزه الكهرابي بين ايون المغنسيوم الموجب وايون من الاكسجين السالب. طيب ده مركب والعنصر. مركب. لانه بتكون من زرات مختلفة. ده مركب العنصر. مركبش بتكون من زرات ايه مختلفة. يبقى الربطة الايونية بتكون مركبات فقط. ما بتكونش عناصر. مركبات ليه? لانها بتنشأ بين ايون موجب وايون سالب. يعني هي لا تنشأ. بين زرطين العنصر فلزي. ما يفحش تنشأ بين زرطين مجي. لان كلهما يكون ايون موجب. ولا تنشأ بين زرطين لا فلزي. لان كلهما يكون ايون ايه? سالب. لازم ان يكون في تجاز الكهرباء. بين ايون موجب وايون ايه? وايون سالب. العالم احمد زويل حصل على جائزة نوبل في الكيمياء. لانه توصل لكاميرا فائقة السرعة لها القدرة على رصد حركة الجزئات وهي بتتكون. يعني ايه? كاميرا تشغل بالليزر. الكاميرا ده هي بترصد الجزئات وهي بتتكون اسنان التفاعد الكيميائي. يبقى هو حصل على جائزة ايه? جائزة نوبل في الكيمياء. تعالي شو بقى ربطة تساهمية بقى. الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية بتنشأ بين زارتين لعنصر لافليزي واحد. او بين زارتين لعنصرين لافليزيين. يبقى تنشأ بين لافليزيين بس. تنشأ بين ايه? بين زارتين لعنصر لافليزي واحد او بين زارتين لعنصرين ايه? لافليزيين. هنا بقى لا يحدث لا فقد ولا اكتساب. وما اللي بيحصل? كل زارة بتساهم او تشارك بعدد من الالكترونات. هتساهم بقى ايه? هتساهم بعدد من الالكترونات يساوي عدد الالكترونات اللازمة لاجتمال مستوى الطاقة الخارجي. يعني ايه الكلام ده? يعني انه مستوى الطاقة الاخير في سبعة. محتاجة اقى ايه? شيء يوصل تمانية? واحد. يبقى هتشارك مع الزارة التانية بواحد. كل يحصل بينهم ايه? تداخل. اصبح الوقت اللي اتنين الالكترون موجود مع الزارة الاولى ومع الزارة التانية. طب افرج المستوى الاخير في ستة. يبقى كل زارة هتشارك بكم? باتنين. فيحصل بينهم تداخل. يصبح عدد الالكترونات الاربعة ضمت في حياة الزارة الاولى والزارة التانية. يبقى الربطة الساهمية بقول هي ربطة كيميائية تنشأ بين زارتين العنصر لافليزي واحد او بين زارتين العنصرين لافليزيين. عن طريق مساهمة او مشاركة كل زارة بعدد من الالكترونات حتى يكتمل مستوى الطاق الخارجي. طيب انواع الربطة التساهمية. في عندنا ربطة التساهمية وحدية. ربطة التساهمية وحدية. وهي ربطة تساهمية سنائية. وربطة تساهمية ايه? سلسية. الوحدية هرمز لابة رمزي خط. بين الزارتين المرتبطين. اكس اكس مسلا. يبقى هنا الزرة اكس بتشارك باكترون. واكس التاني بتشارك باكترون. يبقى كل زرة هنا بتشارك بواحد اكترون. يعني هم الاتنين هشتركه في تكوين زوج. اسمه زوج. يبقى دي اسمه زوج. زوج يعني ايه? يعني اتنين اكترون. يعني هنا عدد الالكترونات المشاركة كلها. كام? اتنين الالكترون. طيب الآن تساهمية السنائية. ده هتكون هرمز لابة الرمزي خطين. والثلسية تلات خطوط. يعني الزرة اللي واللي هنا كل واحد بتشارك بكام? باتنين. هنا باتنين و اتنين. يعني هنا هتكون عندك ايه? زوجين. يعني هنا عدد الالكترونات كلها بقى. كل الالكترونات المشاركة كلها كام? اربعة. طيب الزرة هيتشارك بتلات. بتلات كتلاتة. يعني هتكون هنا عندي ايه? تلات ازواك. يعني كل الاكترونات كلها المشارك كلها كام? تعالوا تعالوا ده كام? ستة روتونا. طبعا نشوف مثال. بين زراتين. العنصر واحد لا في زي. زي مين? زي الهيدروجين. زي الهيدروجين. الهيدروجين. اتش تو. اتش بتكون من ايه? بتكون من زراتين. اتش و اتش. يبقى دي اسمها زرة لكن دي اسمه جزي. يبقى ايه الفرق بين اتش وال اتش تو? اندي اسمها زرة و دي اسمه ايه? جزيء. يقول في امتحان ايه? ووضح بالرسم التخطيطي. كيفية ارتباط. زرتين هيدروجين. للتكوين جزيء الهيدروجين. تعالوا نشوف مع بعض. انا عند الزر الاول هيت. المستوى طبعا النواة فيها واحد اوترون بس. بروتو. واحد ايه? بروتو. طبعا اما اجا وزع? واحد. هعملها طبعا لازم اعملها دوائر البعض. هعمل له ايه? ده رزارة كده. يبدي ده الاوترون. يبدي اسمها زرة هيدروجينة. زيت. الزرة التانية. اذا النواة فيها واحد بروتو. واحد. دي محتاجة واحد. ودي محتاجة واحد. فيحصل ايه? يحصل بينهم ايه? تداخل. يحصل بينهم تداخل. بالشكل ده. اذا النواة واحد دروتو. ادي مستوى الاولاني. في واحد. وده الزرة الثانية. ادي كده اوترون بتاعها. وده النواة في واحد ايه? ايه? بروتون. اصبح الوقتة عندي هنا. الاتنين اوترون ده هم موجود في حياتة الزرة الاولية ديت. بقت مكتملة. وبر RN ديت الاتنين اوترون موجود في حياتة الزرة ديت بقت ايه? مكتملة بالاوترونية. فالكونة عندي بقى ايه? جزاء الهيدروجين. يبقى ايتش ها شرطة? ايتش. يبقى دية خط بين الزراتين ايه? المرتبطين. يبقى هنا كل زرة بتسحب كام? بواحد الكترون. يعني هما الاتنين هشتركوا في تكوين زوج. يبقى ربط السهمين الوحدية بقول ربط الكيميائية تنشأ بين زرتين. لعنصر لاي في لزي. واحد. او زرتين لعنصرين لاي في لزيين. عن طريق مشاركة كل زرة بواحد الكترون. بليش ترك في تكوين ايه? زوج. حتى يكتبع مستوى الطاقة ايه? الخارجي او الاخير. فتعالي شوف بقى. زرات. ارتباط زرات مختلفة بقى مش زي بعضها. لأ. زرات مختلفة زي مين? زي الماء. الم lime يتكون من ايه? زرتين وزرة اكسجين. ارتباط زرتين مع زرة ايه? اكسجين. وضح بالرسم التخطيطي كيفية زرة زرتين مع زرة ايه اكسجين. يلا مع بعض الاكسجين. الاكسجين الاكسجين. لتناها النواة. فيها ايه? ثماني برو تو. اما اجوزة تمانية. مستوى الاولين في كام? اتنين. في اي مكان. اهو. قد اتنين وتروب. والمستوى التاني. في كام? في ستة. واتنين ستة. اهو قد وحد اتنين. تلاتة و اربعة خمسة ستة. زائد. زائد ايه? زرتين هادروجي. ادى الزرة الاول. ادى النواة فيها واحد برو تو. وادى او وزعه اهو. وادى الزرة التاني. واحد برو تو وما كل يوزعه واحد. دي محتاجة واحد شنك تعمل. ودي محتاجة واحد شنك تعمل. لكن اكسجين محتاجة كام? اتنين الكترون. فيحصل ايه? تداخل. اذا النوازم هي? تمانية. وادا المستوى الاولاني اتنين. وادا المستوى التاني في كام? ستة واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. ياصل التداخل بالزارة دي. الهوت. والزارة دي. اوات. والزارة دي. ات قميت ناسهم.よ�무 sturdy. اصبح الوقت عندي هنا ايه? الاتنين ده همة تكترون موجود في حيازة الزارة الهيدروجين ديت بقت مكتملة. والتنين دولارت موجود في حيازة الزارة ديت بقت مكتملة. والتنين دولارت والاتنين دولارت رفزت مين الاكسجين? بقى اتنين اربعة خمسة ستة سبعة تمانين. يبقى الاكسجين بقى مكتمل بالهيدروجين مكتمل. يوجد من ما قولك تعلل. الربطة في جزئ اليهيدروجين ربطة تساهمية اexيب وحدية. هقول ليه? لان بان كل زرى بتشارك بواحد الوكترون باناشتراك فتكون زوج حتى يكتمل مستوى هذا Milkyات الخارجي. باختساء. لان بان كل زرى بتساهم بواحد الوكترون حتى يكتمل مستوى هذا الك Naturally. طيب هنا. ليه الربطة في جزئ الماء رابطة تساهمية اوحدية. هقول لي ان الاكسجين بيساهم بتنين اوترون. بينما كل زرة من الهيدروجين بتساهم بايه? بواحد اوترون. حتى يكتمل مستوى الطاقة ايه? الخارجي. تعال نشوف مسال على ربط ايه? تساهمية سنائية. يوعد اخدنا مسال على الهيدروجين. اتش تو ومسال على الماء. اتش تو او. تعال نشوف بقى ربط تساهمية سنائية. زي مين? زي ارتباط زرتين من الاكسجين. ربط الكمائية بتنشأ بين زرتين العنصر لا في لزي واحد. او زرتين العنصرين لا في لزيين. عن طريق ان كل زرة بتشاريب كام? باتنين اوترون. هما اللي هاشتركوا مع بعض تكوين ايه? زوجان بقى. حتى يكتمل مستوى الطاقة الخارجي. زي ارتباط مين? زرتين من الاكسجين. يبين عندي هنا جزء اكسجين. بتكون مين زرتين ايه? اكسجين. تعال نشوف مع بعض ازاي. ادى الزرة الاولى. فها كان من نواة تمانية بروتو. اما جوازة تمانية الاولان اتنين اهو. والتاني كان ست واحد اتنين تلات اربعة خمسة ست ما بدي اسمها زرت اكسجين الاولى هاي. زي. تعال نشوف الزرة التانية. ادى النواة تمانية بروتون. ما جوازة واحد اتنين ده مستوى التاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. طيب ده محتاج كام اتنين. وده محتاج كام اتنين. فيحصل بينهم ايه? تداخل. من عندي النواة. تبني بروتون. هنا اولان اتنين. وده مستوى اهوات تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. يحصل تداخل. احسن ارسم المستوى التوقع الاخير عشان يرسم شكله حالو. اهو. كده. وده اعمل بالمستوى الاولاني وده النواهي. اتنين وهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. طيب شو بقى كده? اصبح الاربعة ده همت موجود في حياسة الزرة ديت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية بقت مكتملة. وديت بقى موجود في حياسة الزرة ديت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية بقت مكتملة. في الكون عندي بقى ايه? وزيل اكسجيني. يبقى او خطين عوات او. يبقى اسمها ربط ايه? ربطة تساهمية ايه? ثنائية. ليه? لان كل زرة بتساهم بكام باثنين الوترون. حتى يكتمل مستوى الطاقة الخارجية. تعالوا نشوف اخر شيء. اللي هو ربطة تساهمية ايه? السلاسية. زي مين? زي نتروجين. انتو. ارتباط زرتين من وزي نتروجين. زرتين من نتروجين لتكوين جزء من نتروجين. وضح بالرسم التخطيطي. ارتباط زرتين من نتروجين لتكوين جزء النيتروجين. تعالوا نشوف. جوه النواة فهكام سبعة بروتو. اما جوازها سبعة? الاولاني في اتنين. هتبقى كام من السبعة? خمس. يبقى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. يبقى اسمها زرة نتروجين. فتعاش في الزرة التانية. زيت سبعة. واحد اتنين. مستوى الاولان. اذا مستوى الثاني. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. طي يحصل ايه? ده هده كام? تلات. وده هده كام? ثلات. في حصل بينهم ايه? تداخل. سبعة. واحد اتنين. واده مستوى. التاني. واحد اتنين. تلاتة. اربعة لخمسة. واده الزره التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واده من الاستوى الاولاني اتنين. واده النوافه كام سبعة. بص باكده. اصبع عندي الستة اوتراد همت موجود في حيث الزره ديت. بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمامات. بقت مكتملة. وكمان ناس الشيء. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمامات بقت ايه مكتملة. فكوان عندي جزء ايه? النيتروجين. ان تلاتة شرط همت تلات خطوط ان. يبقى ما بقولك كده. برقم واحد. اتنين. رقم تلاتة. او تو ان تو اتش تو. الاكسجين هنا بمس رقم كام? واحد ولا اتنين وتلاتة. هم? رقم اتنين. ليه? لانها رابطة تساهمية ايه? هم? سناية. طب والان تو رابطة تساهمية سلسية. طب والان تو رقم ايه? واحد لانها رابطة تساهمية ايه? وحدي. طيب تكون دي كلها بسمها ايه? جزئات ايه? عناصر. طب ، تسمها ايه؟ جزئات مركبات. افهم من كده ايه? ان راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لعنصر لفلز واحد. واركبات تنشأ بين زرتين لعنصرين لفلزيين. ماشي? هكذا خلاصنا درس النهاردة. لو انت استفدت من الفيديو خاشعنا باللايك والشير وفعل الجرس.